يعني الموضوع كبير جدا للزكاة الاصطناعي وبيجري وانا حاسة ان احنا كلنا بقينا بنلهس وراه بصوا التطبيق بصوا ممكن تستخدموه ازاي بصوا انا عملت بريزنتيشن بتساعدني في الصغر احنا رايحين فين طيب انا عايز اقول لحضرتك واصدم السادة للمشاهدين ان كل اللي احنا وصلناه له بالزكاة الاصطناعي ده مجرد 5% فقط من استخدامه لان بصراحة كل اللي احنا وصلناه له ده مش هدف الزكاة الاصطناعي الرئيسي لان الزكاة الاصطناعي الرئيسي اكبر من كده بكتير جدا خلينا طيب نحددها ما هو الهدف من الزكاة الاصطناعي الرئيسي الزكاة الاصطناعي الرئيسي هو بيهتم في معالجة حاجات احنا ممكن ما نقدرش نعملها او نواكبها بمعنى الكلمة ان احنا ممكن نخلص اكتر من حاجة في نفس الوقت في نفس الوقت نقدي خامد دي امثلة استأذنك حلو جدا أول حاجة إن إحنا ممكن مثلاً نوظف أكتر من حاجة مثلاً عندنا أشغال معينة شغالين بيها في يومنا الحالي ونوظف الزكاة الإصناعية يخلص لنا أشغال تانية ومثال حقيقة أكتر إن فيه زي شعر جي بي تي والروبوتات اللي هي المنتشرة بشكل عامل والتطبيقات اللي إحنا بنستخدمها وللأسف ناس كتير أغلبنا بيستخدمها بشكل خاطئ إن إحنا مش بنستخدمها إن هي توظف لنا أو تساعدنا على مشكلة إحنا مش قادرين نتغلب عليها ونزرعها الأرض دي عن طريق الشات جي بي تي يدلنا إزاي الخطوات الرئيسية إن إحنا نوفر علينا وقت ونوفر علينا جهد هل هنا أنا مثلاً بدخل مساحة الأرض بقول طبعتها إيه كمعلومات وبنديله المعلومات المبدئية الأولية وبالتالي هو بناء على المعلومات دي هيحسب المساحة الكاملة وهيديك الخطوات لزراعة الموضوع ده بحيث إن هو يديك وقت قصير جداً لنمو الزراعة في الأرض الصحراوية وهكذا ده مثال بسيط جداً بتستخدم ده مثال بسيط بس أنا عايزة أقول لك المثال ده على قدم هو بسيط بس أقول لك كل المشاهدين مصر بتستخدم المثال ده في تشكة طبعاً طبعاً وفي الحاجات خصوصاً بعد الأزمات اللي حصلت ومشكلة الأمح فبقى لازم تلجأ ليه الزراعة والزراعة بالعلم فأعتقد دي أول نقطة ممكن يكون بنستخدمها في بعض المجالات بالضبط دي نقطة مهمة جداً للتوسع في المجال ده ولكن الزكاء الصناعي زي ما قلنا إن هو بيتطور بشكل مستمر جداً مع ذاته لأنه زكاء الصناعي توليدي فبالتالي إحنا لو استخدمنا الزكاء الصناعي التوليدي الصحيح في مجالاتنا كلها بأدواته كلها هيفيدنا في حاجات كتيرة جداً أول حاجة هيوفر في الوقت تاني حاجة هيقضي على الفساد اللي موجود لأنه فيه فساد كتير جداً بينتهي تدريجياً عن طريق التحولات الرقمية الكبيرة اللي بتكون موجودة فبالتالي الزكاء الصناعي مهمة جداً في القضاء على الفساد في توفير الوقت في الاستطلاع الكامل على البيانات اللي موجودة لأن مصر هنا من ضمن الاستراتيجية اللي ماشي عليها أن هي بتستخدم الزكاء الصناعي تلات حاجات أول حاجة في التعليم وفي التدريب وفي استخدام البيانات مرة أخرى لتوصلها للشركات الخاصة وغيره فعندنا إحنا كمية بيانات كبيرة جداً أن إحنا نقدر نستفاد بها عن طريق الزكاء الصناعي وتوظفها وهكذا طيب فمصر الرقمية بقى عندنا حاجات كتير فعلاً حتى المواطن البسيط وإن كان تعليمه بسيط دخل يعني سواء يعني أراد أم لم يرد دخل في منظومة المصر الرقمية صحيح إيه أكتر حاجة قادر أقول أنا استفادت بيها كمصر الرقمية من الزكاء الصناعي أكتر حاجة منتشرة دلوقتي المعاملات الحكومية إحنا زمان لو رجعنا بالزمن الورى كنا في بداية الأسبوع من خصص يوم كده يوم الحد أو يوم الاتنين إن إحنا ننزل وننزل في الزحمة وممكن نعرضين لأجسادنا للخطر برضو حوادث وكده كل ده مات وبالتالي فيه تطور كبير جداً في التحولات الرقمية والذكاء الصناعي بدأ يدخل في ربط الأنظمة الحكومية والجهات الحكومية مع بعض فبالتالي لقينا سرعة ونقدر نطلع بطاقة باسبور كله في نفس اليوم في نفس الوقت أنت بقيت تدخل على حسابك البنكي تحول لأخوك واختك والناس اللي هنا في العراق واللي في البيت وتحل مشاكل كتير في أقل ممكن من نص ساعة بالظبط فالنص ساعة دي احنا وفرناها ووفرنا مجهود مثلا يومين أو ثلاثة وكان ممكن ما يخلص برضو طيب إحنا عندنا برضو يعني يمكن أنا في المقدمة قلت إنه مهم الوعي الوعي بيبقى موجودة عند ناس ومش عايزة أقول مش موجودة عند ناس بس الناس بتعمل ساعات يعني اللي هو للهيسة يعني لو يلا نجرب أي حاجة ونعمل أي حاجة في التالي دي مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة فبدأت الناس تكسر في حاجات رموز يعني مثلا ندي أمثل حاليا نتكلم مثلا عن أنت تبدأ تستخدم صوت لحد مثلا توفى وتستخدم لبرت الصوت وإزاي مثلا كان فنان كبير كان موسيقي كان مغني وادخله مثلا على أصوات تانية خالص يغني حاجات تانية خالص بصوته فدها كده دمرت الرموز الفنية الحلوة اللي عندك وخلقت كائن أنت مش متعارف بيه يعني مش متآلف معي هنا يجي بقى دور التنظيم في موضوع الأدوات بتستخدمها الزكاة الاصنعية لأن مش أي أداء إحنا كل الأدوات اللي بنتستخدمها على الإنترنت من الزكاة الاصنعية تحت مسؤوليتك أنت يعني لو استخدمت أداء معينة هكون الأداء دي تحت مسؤوليتك أنت أنت المسؤول عن كل حاجة بتنتج عن الأداء دي لأن أنت اللي ولدت العنصر ده فبالتالي الزكاة الاصنعية التوليدي في محتوى الصوتي أو المحتوى المرئي تحت مسؤولية كبيرة جدا ولازم ناخد بالنا من حاجات كتيرة وإحنا بنعملها من ناحية التوظيفات العامة في الأصوات لأن زي ما حريك قلت التراث القديم بتاعنا فبالتالي أنا لو استخدمت صوت قديم لحد متوفي أو أغنية جنتها بحد متوفي بطريقة خاطئة أو بطريقة الناس مش معتاد أن هم يسمعون منهم ده هنا يعاقب عليه قانون طبعا لا وغير قانون أنت بتهدم خلاص أنت دخلت في أنك بتهدم رمز حلو أنا مش حابه ما فيهاش بلا أحساس لا فيها مشاعر ولا أي أحساس بالنسبة لي أنه أنا طالبة مثلا بعمل رسالة الدكتوراه بتاعتي أو رسالة المانشستير ويجي لي جديد وتفتح على الإنترنت وبيشوفه فقررت أن أنا أدخل على الذكاء الاستنوعية عشان يكتب لي مقالاتي أو يكتب لي أبحاثي لو أنا ما عنديش وعي هيكتب من دماغه حاجات مش صحيحة الحقيقة أنا ضد أن الطلاب أو الأكاديميين يدخلوا ويكتبوا رسالة كاملة من غير ما يتناقشوا معه الروبوت اللي بيتناقشوا معاه يعني مثلا هنمسك مثال حقيقي شات جي بي تي لو جبنا أطفال في المدرسة وحلوا الهومورك أو الواجب بتاعهم عن طريق شات جي بي تي المدرس إزاي هيعرف أنه ده تحل أو لا أولا لازم يكون فيه رقابة أبوية من ناحية الأطفال ورقابة كاملة على الموضوع اللي هينتج منه أيوة لأنه المدرس هيجيله الدنيا محلولة بالظبط كده تمام الولد ده يأخذ عشرة على عشرة والولد مش متعلم كويس أصلا هو استخدم بس التطبيق صح صح ومش فاهم التطبيق قال له ايه سلم الورقة زي ما هي صح وهنا نقف عند نقطة مهمة جدا يا أستاذ شافكي الفكرة كلها أنه احنا هنا خلينا الآلة هي اللي تتغلب علينا لأنه احنا بكمة التقدم للذكاء الصناعي والتكنولوجيا الكبيرة دي احنا خلينا هنا من الآلة هي اللي تتغلب علينا لأنه احنا سألناها أسئلة احنا ممكن نعملها بأيدينا عادي جدا وممكن نبحث عليها بطريقة مباشرة ولكن الطرق الغير مباشرة في الأسئلة اللي انتي بتسأليها للذكاء الصناعي بالذات لازم تكون أسئلة دقيقة جدا وأسئلة تكوني انتي حليها قبل كده هو لا يفكر هل ممكن أنا فجأة ألاقي صوت زي صوت سيدة أم كلسوم صوت زي ست فيروز عبد الحليم فريد بيغني بأي صوت هندية مثلا صوت تانية وساعتها أنا هعمل ايه في برنامج شهير جدا للذكاء الصناعي بتحط الصوت هو وظيفته انك بتحط الصوت بيتدرب عليه تحط كل ما تكتري الصوت يعني ممكن لمدة ساعة نصف ساعة ساعتين هو يتدرب على الصوت ده وينتج منه الصوت الخام اللي تقدر توظفه في جميع اللغات اللي موجودة فبالتالي لو أخدنا صوت أم كلسوم ودربناه على الآلة دي هينتج منه إنجلش وعربي وهندي وأي لغة في العالم وكده يبقى أنا حسيت كمان أنا ضيعت الصوت ما بقيتش عارفا اه طبعا وفي نفس الوقت هيبقى بنفس النبرة بالزبط وبالتالي ده لسه إحنا في البداية أنا مش عايز أصدر من الناس إحنا لسه في البداية خلينا برضه يعني إحنا بنتكلم ده عشان نزيد من الوعي عند الناس ناس يكون عندها نوع من أنواع الوعي أنا كمان مفرحش إنه ابني اللي ماسك الكاب بتاعه أو اللابتوب أو الموبايل الموبايلات بقت زي اللابتوب أصلا بالزبط فالولد ماسك ده 24 ساعة هو ما بقاش يفكر يعني لم يعود يقرأ يعني مفيش كتاب في إيده صحيح مفيش حاجة بيفكر مفيش بيكتب كله على ده فأنا إزاي أزيد من الوعي ده يعني أنا بقى كأمة أنا كأب إزاي نزيد ده ونقرب من الأجيال اللي بتجري على الانترنت سريعا حلو جدا إحنا لو هنخلي سن قانوني مثلا يبدأ إن الأطفال نجيب لهم موبايل أو تابلت يكون من سن 8 سنين ولكن يفضل إنه هو يكون تابلت عشان يكون فيه مشاركة أبوية في شاشة كبيرة وما يكونش فيه خصوصية بينه وبين الشاشة الصغيرة ولكن فيه نقطة برضو لازم نوح عليها مهمة جدا إن إحنا ما ينفعش نعادي التقدم التكنولوجي بسوق استخدام الآخرين طبعا لأنه لو إحنا حطينا أطفالنا على تقدم التكنولوجي لأن إحنا ماشينا على خطة الرئيس الرئيس طبعا وصل إحنا ندرس الزكاة اللي صناعة عندنا هنا ثلاث جامعات كبيرة بتدرس الزكاة اللي صناعة فبالتالي ده جيل كبير بيتقدم وفي نفس الوقت هو ده جيلنا هو ده جيلنا جيل التكنولوجيا الكبير هي حتى التخصصات الحديثة كلها يعني اللي بقت موجودة في العالم كلها بيجروا على هذا التخصص خلي بال حضرتك في 300 مليون وظيفة هتنتهي وقصادها هتخلق 400 مليون وظيفة جديدة طيب حلينا دي نقطة مهمة في التعليم أنا عندي أدوات خلاص أنا بقى عندي جهاز موجود في كل بيت أنا كمدرسة كمعلم كجامعة أنا مش عارف الطالب ده جايلي وحلل ده منين لكن لازم أنا كمان أنا كمعلم أنا كمدرس صح لازم أنا كمان أكون على قد المستوى ده صح للقادة وإعداد للمعلمين وده موجود في كل دولنا العربية بقىهم يعني اللي هو رفع كفاءة المعلم إلى الدرجة العليا علشان يقدر كمان يواجه يواجه التطور التكنولوجي اللي بيجيله من الطلبة وده لازم وده حاجة مهمة جدا في مواقع عالمية تكون موجودة مع كل معلم عشان خاطر يحارب الزكاء الاصطناعي من ناحية أن الأطفال ذكروا عن طريق أو يستخدموا بوعي يعني ليه ما يكونش مثلا في المناهج يكون فيه ورقة بحث عن الزكاء الاصطناعي لازم في كل مكان الأطفال الصغيرين من عمر سبع سنين وست سنين وده أفضل يعني وقت يبقى عارفه ويبقى المعلم هو اللي بيدرسهونه فلما الولد يعني أهله يكونوا بساطة مثلاً أو ما عندهمش من القدر من التعليم يشرحونه هيبقى المدرس هو اللي بيحتضنه فإذاً هنا إحنا محتاجين إن إحنا في التعليم يكون عندنا يا إما موضوع بحث يا إما شرح يا إما موضوعات تضاف إلى المناهج التعليمية عن الزكاء الاصطناعي وتجرب في المدارس لازم طبعاً من سنه صغير جداً نحط البيانات دي والمعلومات دي ويكون معلومات أولية لأن المعلومات الأولية في الزكاء الاصطناعي بتؤدي لحاجة كبيرة جداً قدام وفي نفس الوقت هو بيكون عنده وعي تام على كيفية استخدام أدوات الزكاء الاصطناعي وإزاي نواكبها وأكذاك حضرتك قلت إنه هيبقى في عدد من الوظائف هتنتهي أو تتوقف وهو هيحل محلها وحيبقى في وظائف أخرى ربما تكون أكثر قوة وتعليماً ووعياً هتبقى موجودة نشرح الفرق فإحنا لو هندي أمثلة في عندك وظيفة البرمجة المبرمج حتى في التكنولوجيا هتنتهي بس هيجي مكانها روبوت هينشئ لك الكود ده وقصاده إنه أنا هعود أتابع الكود ده وهوظفه هنا زي فنش الأخير هيكون مني أنا برضه فبالتالي ده كله موظف تحت إيدي يعني أنا مثلاً أنا بتكلم في الإعلام فمخرجي قاعد جنبي فدلوقتي هو ممكن يعمل إدت للبرنامج بتاعه وهو قاعد في البيت وهيسهله كمان الوقت إنه يقدر يعمل بحلقة أو اثنين وتلاتة بسرعة بشكل أكبر وهلاقي روحه نفسية أكثر وهيلاقي إنه هو عايز يشتغل أكثر يعني يحس إنه هو قاعد عمل الشغل ده فبالتالي نشوف الشغل اللي بعد السؤال برضه مهم جداً يعني أنا مثلاً يعني بقى لي كم يوم عندي دور برد لو أنا مش موجودة سهل جداً يحل محلي طبعاً المزيع من الزكاء طبعاً إحنا لو قتاح لينا إنه إحنا نعمل تجربة عملية أصلاً عن موضوع المزيع الافتراضية دي سهلة جداً ممكن بشكل حضرتك بالظبط هتاخد نفس شكلي؟ كلها سهلة مرحولة وهتتبرمج بكل أسئلة بيت للكل وهتنقل بين الزملاء مين بقى المشرف عليها؟ إحنا برضه إحنا برضه مازلنا برضه موجودين لأن عمر مالقلة تتغلب على صناعها هل هيكون عندها نفس الحياة والتفاعل؟ ولا الناس هتتحول لآلات؟ هو أنا دايماً بقول إن في تطور كبير وقادم في مجال التكنولوجي ولكن عمر مالقلة تتغلب على صناعها لأنه كده كده إحنا المشرفين عليها مهما كان ومهما عصد أكيد يعني كخبير أمن معلومات إن الناس تفضل ماشي على النمط اللي إحنا شايفينه على السوشيال ميديا ده لأنه ده مش نمط حقيقي للزكاة الصناعية ده تشويه للزكاة الصناعية الزكاة الصناعية أكبر من كده بكتير وفي نفس الوقت لأنه هما عندهم الزكاة الصناعي إحنا عندنا زكاة البشري هل هي حالة انتشار لحاجة جديدة ظاهرة أو هتخلص؟ هي فترة مؤقتة ترند مؤقت مثلا للصور اللي بتكملها الجينيراتيف فيل مثلا أو ترند مؤقت للصور اللي هي مثلا بتحول لشكل تاني عبارة عن ترندات وبتنتهي ولكن إحنا لسه موصلناش لوظيفة الزكاة الصناعية رئيسية أكتر حاجة مبهجة أنت منتظرها من الزكاة الصناعية إن هي تعالج البني أدمين بشكل كلي على جميع المشاكل زي الشلل زي كده وده بيحصل فهنا الناس شغالة فيها تدخل في مجال الطب طبعا هي دخلت قريدي في مكال الطب بدون جراحة كمان هي تحتاج الحقيقة حوارات مختلفة وأتمنى يكون زملائي كلهم موجودين معايا مرة ونعمل حلقة نقاشية كاملة بإذن الله بشكرك جدا مهندس أحمد طريق خبير أمن المعلومات على كل هذه المعلومات وإن شاء الله يفضل الزكاة الصناعية وأفضل أنا موجودة برضو إن شاء الله أكيد صبعا حنقول إيه؟